كلمتين مع زكي حسنين الكمبيوتر الشخصي اللي نعرفه حاليا في الخمسينات الميلادية وتيحت له فرصة انه يشتغل في البرمجة وهو ولد في مدرسة محظوظة جدا انها كانت من المدارس النادرة على مستوى العالم اللي كان فيها جهاز كمبيوتر لما كان بيل جيتس طالب في الجامعة كانت سنة 1975 هي السنة اللي انطلق فيها ثورة الحاسب الشخصي وكان واحد من روادها كل هذه اضافة الى التوفيق الرباني طبعا كانت مجموعة من الاسباب اللي صنعت من بيل جيتس اللي نعرفه اليوم الكلمتين الجهد والانضباط والعمل الشاب اشياء مهمة جدا لكنها تثمر لما الربنا يوفق ويسهل ويفتح علينا وفي امان الله كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين